خلينا نتكلم على مباراة طبعاً مباراة الوداد والأهلي وأخذك شوية لمشوار الوداد في البطولة الأفريقية تفتكر المحطات الرئيسية والفئة اللي لعيبها الوداد خلال مشواره في البطولة الأفريقية طبعاً لغاية ما وصل للمباراة قبل النهاية أمام النادي الأهلي يعني الوداد البطولة المرة دي ما كانتش سهلة عليه ولو بصينا المشوار وهو بدأه في الدور التمهيدي كان نوازيبه الموريتاني قدر يكسبه رايح جاي ودي الحاجة الوحيدة اللي حصلت انه يكسب برة ملعبه في بطولة السنة دي كان ماتش التمهيدي بس بعد كده كل المتشاط يخسر ييتعدل برة ملعبه ويكسب على ملعبه يعني بيحسم ماتشاطه على ملعبه ده اول هنت ممكن نديه او حاجة يعني هو يعني بيحسم المتشاط على ملعبه في المغرب مستغل عامل الجمهور يعني ماتشاطه المتشاط الوداد في المغرب بيحضرها عدد كبير من الجمهور طول الوقت لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان المباراة هتكون بدون جمهور تماما وبالتالي ده جزء يدي افضلية للنادي الاهلي شوية يمكن احنا تعودنا هنا نلعب بدون جمهور فترات طويلة في اخر اربع سنين اه بعد كده جات الظروف الكورونا فما فيش جمهور بطبيعة الحال في الملعب وبالتالي المباراة اه يعني فقد فيها الوداد عنصر الجمهور في مشواره في البطولة الافراكوية سنة دي بعد ما اتخطط دور التمهيدي بعد كده لقب اه يعني ابرز المباراة كانت دور المجموعات مع اه بيترو اتليت كولواندا الجولي اه مع اه والجنوب الافريقي وبعد كده مع النجم الساحلي والترجي التونسي طلع الترجي التونسي كمان اعتقد فاحنا بنتكلم في انه دايما الوداد يحسم على ارضه ويممكن يتغلب برا يعني لا اقصى نتيجة ممكن يعملها انه يتعادل البار لكن اه وده في النهاية بيقول برضو انه خطوة انه مباراة اه نصف نهائي بدل ما تكون مباراة واحدة وعلى ارض محايدة وحصلت فيها لاخبطة فرجعنا تاني للنظام الزهاب والاياب ده في مصلحة النادي الاهلي كتير جدا يعني بشكل كبير هيكون في مصلحة النادي الاهلي انت بتبتدي هناك وبدون جمهور وهتيجي تلعب هنا في مصر مباراة العودة فاعتقد انه من نتائج الوداد فيه افضل النادي الاهلي ان شاء الله